استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الألماني حايكو ماس وحسب بيان الرئاسة المصرية تناولت المباحثات عدة ملفات إقليمية منها الأوضاع في ليبيا وسوريا وفلسطين وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدي بينما قال ماس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عقب اللقاء أنه أيضا ناشد الحكومة المصرية مراعاة حقوق الإنسان واعتبر ذلك شرطا أساسيا للإستقرار السياسي وأضاف ماس أن هناك حاجة لكلا الأمرين الحوار مع مصر وأيضا التعبير عن التطلعات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق المواطنين عبر الأقمار الصناعية انضم إلينا تميم هيكل الباحث الحقوقي أستاذ تميم مرحب بك معايا في بتوقيت مصر يعني خلينا أقف معك عند المفارقة بيان الخارجية الألمانية تحدث بوضوح ويعني بجانب كبير من البيان عن الحديث الذي دار بين السيسي ووزير الخارجية حول حالة حقوق الإنسان وحديث ألماني عن ضرورة احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي للإستقرار في حين بيان الرئاسة المصرية تحدث عن الملفات ذات التعاون المشترك وكل القضايا تقريبا فيما عادى هذه القضايا لم يتناول بأي شك الجانب من الحديث حول حالة حقوق الإنسان يعني دائما هذه عادة سواء الرئاسة المصرية أو الحكومة المصرية في تصريحاتها بعد زيارات التي تقوم بها وزراء أو رؤساء حكومات غربية يتم الحديث من حين لآخر عن حقوق الإنسان ولكن لا تذكر هذه المسألة في حديث الصحافة المصرية أو الحديث الحكومي المصري فهذا أمر طبيعي لكن أيضا هذه الزيارة لم تكن من أجل حقوق الإنسان وفقط يعني الزيارة أصلا هي خاصة بالمسألة الليبية وهي تعتبر آخر زيارة يقوم بها وزير الخارجية الألماني بعد الزيارة المكوكية اللي قام بها تركيا وليبيا وتمينس أيضا لنفس المسألة ذكر حقوق الإنسان التي بالتأكيد الموضوع حقوق الإنسان ذكر على لسان الصحافة الألمانية أو الوزارة الخارجية الألمانية هذا الحديث تم وأكد عليه وزير الخارجية الألماني في رأيي شخصي لن يقدم شيئا لأنه يعتبر خطاب أقل من المطلوب خاصة من الدولة الألمانية التي تعتبر من الدول القليلة التي تتحدث مع مصر في هذا الشأن طيب يعني أنا أريد أن أتوقف معك برضو عند النقطة المتعلقة بالمصارين يعني الوزير الألماني يتحدث عن ضرورة أن تكون المحادثات مع مصر في مصارين متوازين ضرورة التعاون مع مصر كبلاد كبير ثم بالتوازي مع ذلك حتى ويعني محاولة أنها تحترم حقوق الإنسان وتراعي حالة حقوق الإنسان في مصر هل ده بيحصل فعلا من الدول الأوروبية سواء من ألمانيا يعني بشكل خاص أو من الدول الأوروبية عموما هل فعلا المصاريين ماشيين بنفس التوازي ليس بنفس التوازي مصاري حقوق الإنسان هو يعتبر ورقة للضغط أحيانا أو للتسهيل أحيانا يعني في كثير من الأحيان لا يتم التحدث عنها مسألة وجود مصر في المنطقة وأهميتها ألمانيا تعتبر مصر دولة مهمة لاستقرار المنطقة أسواء في الأزمة الليبية أو سواء حتى مع الخلاف الإسرائيلي الفلسطيني فهذا هو الأساس سياسة الألمانية في الوقت الحالي ورقة حقوق الإنسان مهمة يتم استخدامها من حين لآخر لكن لا يجب أن ننسى أن هناك أوراق أخرى ألمانيا بتعتبر مصر عميل مهم في صدرات السلاح مصر تعتبر الدولة الثانية في استراض الأسلاح الألمانية حتى الشهر الماضي لهذه السنة تمت الموافقة على حوالي 802 مليون يورو صدرات سلاح لمصر هناك حديث كبير عن اتفاقيات الاستراض فلقاطات ألمانية ربما يكون عددها أكبر حتى من الفلقاطات التي تم استراضها من دول أوروبية أخرى فاستخدام هذه الورقة مع مصر مع أوراق أخرى قد يتم استخدامها بشكل خفيف أو يتم استخدامها بشكل قوي حسب اعتبارات الدولوسية الألمانية ولكنها ليست مصارا موازيا للسياسة الألمانية مع مصر أهمية مصر في الضغط على الحليف الليبي حفتر أهم كثيرا بالنسبة لألمانيا في اعتقادي طبعا من مصار حقوق الإنسان هنا نرجع للجردية ملفات مخرى زي الهجرة غير الشرعية وزي مكافحة الإرهاب هناك ملفات الأكيد أنها ذات أهمية وعولوية عند ألمانيا من حالة حقوق الإنسان بالتأكيد ولكن أنت تعلم أن ملفات الهجرة تقريبا مع مصر تم إغلاق مصر الآن دولة تمنع الهجرة تماما يعني خلال السنة الماضية عدد الهجرة التي تمت خلال الأراضي المصرية وحتى مصارة التهريب تكاد تكون صفر ما قالوا أنها وصلت لرقم صفر ألمانيا تريد أن تلعب دورا أفندم؟ يعني قيل أنها وصلت للرقم صفر عدمت تماما من السواحل المصرية تقريبا تكاد تكون منعدمة الملف الأهم الألمانيا الآن هو الملف الليبي الحكومة الألمانية ليس لها تدخل مباشر في ليبيا على خلاف حكومات أوروبية أخرى ألمانيا تريد أن تلعب دورا في هذا الملف خاصة أنها تريد عقد مؤتمر ربما في نهاية هذا العام مؤتمر في برلين لحل المسألة الليبي بشكل سياسي خصوصا مع حدوث فشل عسكري لحفتر وبالتبعية حلفائه في اقتحام طرابلس وحل المسألة بشكل عسكري ربما تكون أيضا فرصة للجانب الآخر أنه يجد حل سياسي ربما لا يرضي جميع الأطراف ولكن ربما يكون هو الحل المطروح حاليا ولتحاول ألمانيا إيجاده طيب احنا عايزين نقف برضو عند تعويل كثير من الناس على المواقف الأوروبية أو الدعم الأوروبي للحالة الحقوقية المصرية أو لحث النظام المصري على احترام حقوق الإنسان هل التعويل ده في محله أم أنه مبلغ فيه لأنه أحيانا لما تشوف الأدوات اللي موجودة أتلاقي أن الخارجية الأمريكية الألمانية طلعت بيان بتنتقد حلية حقوق الإنسان وابتدعوا مصر احترام أتلاقي أن الرئيس الفرنسي في زيارته مع السيسي تحدث عن ذلك أتلاقي أن البرلمان الأوروبي طلع بيان مثلا واضح بيدين على اتقالات في مصر هل تملك الدول الغربية ما هو أبعد من ذلك أصلا للضغط بعيدا طبعا عن فكرة عدم تصدير السلاح لأنهم بينظر لده لأنها معاقبة للدولة الأوروبية قبل ما يكون معاقبة لمصر كانت تعويل على الدول الأوروبية والعالم الغربي في مسألة حقوق الإنسان في الماضي ربما يمكن التعويل عليه لكن في الوقت الحالي الوضع العالمي تغير تماما هناك معادلات أخرى يجب أن ننظر على الموقف الأوروبي بشكل مختلف أوروبا لديها ضغوط شديدة جدا ضغوط سياسية وضغوط عسكرية وضغوط اقتصادية وهي أيضا تحسب حسابات أخرى في مسألة حقوق الإنسان العاملين في المنظمات حقوق الإنسان عليهم أن ينظروا لهذا الوضع بشكل مختلف هذه المرة يجب التحدث بلغة مختلفة هذه المرة يجب أن نتحدث عن المصالح الأوروبية الأوروبيين يريدون أسمعهم عن مصالحهم إذا كانت مصر أو دول أخرى تستورد السلاح لإنقاذ ما يمكن إنقاذهم من الاقتصاد الأوروبي في وسط أزمة اقتصادية أوروبية لم تنتهي من 2008 حتى فيجب أن ينظر أيضا نشطاء حقوق الإنسان لهذا الجانب الآن يجب أن ندخل المعادلة بشكل مختلف يجب إضاح أن وهذا أيضا كان واضحا في الخطاب بالألمانية الموزير الخارجية أن استمرار عدم احترام حقوق الإنسان وعدم وجود حريات في مصر قد يؤدي لعدم الاستقرار ربما هذه اللغة يجب أن نستغلها أيضا هذا النظام القمعي كان ينفجر الوضع في مصر في أي لحظة بسببه وبالتالي قد يؤدي لعدم الاستقرار وبالتالي قد يؤدي إلى هجرات جديدة أو موجات من الهجرة وإلى تأزم الوضع في المنطقة أكثر ما هو متأزم وهذا ما لا تريده ألمانيا وهذا ما هو يجب الضغط عليه أيضا تمام واضحة الصورة بشكرك شكرا جزيلا تميم هيكل الباحث الحقوق ترجمة نانسي قنقر